معنا ناشط عمر التلاوس لحد السنة عما جرى في أحياء حمص القديم بسم الله الرحمن الرحيم تجولت بين الشوارع والأزقب في حمص القديمة التي تعتبر أكبر مساحة بوسط حمص إذا ضمنوا فيها عدة أحياء هم باب الدريد الصفصافي باب هود باب المسدود باب التركمان الورشي باب تدمر بستان الديوان الحمدية سوق المسقوف لم أرى سوى قزائف الهون والصواريخ الحراري وقزائف المثبعية تتساقط تدريجيا على المنازل والشوارع من كل الاحتجاهات وكأن السماء تهضر بالأنطار القاتلة والسماء يغطيها الدخراون الأسود وألسنت النار تنتشر في كل مكون وكأننا في حرب العالمية الثالثة والأطفال تبكي من خوفها والنساء تركض في الشوارع لا تعرفوا إلى أين تختبئ لعدم وجود ملاجئ آمنة وكبار السن رأيتهم يتعذبون بنزولهم لدرج المنزل وبعدها أرى الشهداء تحت الأنقال متقطعين الأوصال ومشوهين الجسم والجرحة تملأ الشوارع من كل زاوية والدماء تجري مثل الأنهار لتستل أرضا بدماء شهدائنا وجرحانا ولم نعرف إلى أين نذهب بالمصابين وأصواتهم تعل السماء وأسمع صوتهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكأنه عرف الجريح بأن الموت اقترب لعدم وجود الدواء لإسعافه ويعرف أن المشفى الميداني تدمر بالكامل بقزائف الهاون نحن نقول وهو يسمع إلى أين نأخذه يا عرب جريحنا بدأ بالموت البطي وأصبحنا في حمص كأننا بمدينة أشباح لا يوجد فيها إلا الدمار والخراب وأصبحت أحياء باب اسباع والمريجة وحي الصدر والعدوية وكرم الزيتوم وحي الفاعي وشارع الستين وحي عشير وجوب الجندل خاليا من السكان بعد القصف العنيف عليها والمجازر التي ارتكبت فيها والأمن والأسدي والشبيحة الإيرانية احتلت أحياء أهالينا والآليات السقيلة تنتشر في كل مكان ويصرقون المنازل والمحلات التجارية الخاصة للناس ومن ثم يحرقون المباني ويدعسون على السيارة بالدبابات المجنزرة وسكان الحمص أصبحوا الآن يسكنون في سلاسة أحياء كل يوم يحاصروننا الشبيحة الذي لا ترحم أهالينا ولا تخافوا اللهم سبحانه وتعالى وكأنهم محوش مفترسة لا تأكل سوى لحم الإنسان عندما ترى الدماء تهجم بشراسة وأفكر إلى المدى البعيد لحظات معدودة في كل شيء حيث لم يبقى لنا دواء ولا كهرباء ولا ماء ولا غذاء ولا موظوط ولا اتصالات جوال ولا شبكات لنصبح معزولين عن العالم الخارجي ويدور في فكر كيف محاصرين من كل الاتجاهات لم يبقى لنا منفذ واحد لإخراج لنسائنا لمنع الشبيحة من اقتصابهم وأخراج أطفالنا لمنع الشبيحة من زبحهم بالسكاكين واعتقال الشباب وعدامهم عداما ميدانيا أمام أهاليهم بوحشية مع أن العلم أننا نموت ألف موتة باليوم لنصر مجازرنا اليومية التي يرتكبها النظام الأسد القاتل بمقاطع الفيديو من قتل وتنكيل الجسس وقصف ودمار وأسماء مخطوفين ومفقودين لنصر قل هذا عبر جهاز النت الفضائي والرؤساء العرب لا تفعل شيئا وجامعة الدول العربية لا تفقه لشيء ولا حتى الشعوب العربية لم تمد لنا شيء ليد المساعدة لدعم الجيش السوري الحر ولم أصدق بأن أهلنا من لحمنا ودمنا أهل الشام وحلب أهل النخوة والكرامة صامتون ساكتون على جرائم الأسد يتفرجون كيف نقتل بدم باردة ولا يوجد أحد يفعل لنا شيء وأعتقدوا أنهم نسيوا أننا أخوى بالإسلام وبعد كل ذلك قلنا نحن أهالي حمص أنه كل العالم العربي متخازن معنا ولم يبقى لنا سوى الله تعالى هو الوحيد الذي سوف ينصرنا على هذا القاتل عاش السورية حر أبيا ويسقط بشار الأساد